أهلا وسهلا بكم مع الزيال المشاهدين في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج اصنع نجاحك بنفسك واليوم حنتكلم عن مشكلة بيعاني منها الجميع وأولكم أنا إخواني على فاضل هي مشكلة أنه المبررات أو الأعذار وكثير يعني بيعاني من موضوع الأعذار أنه لماذا لم تفعل كذا لأنه فيه هناك ضرف كذا لماذا أنت ما قمت بدورك فيه عملية كذا لأنه كانت فيه مهمة معينة فأنشغل عشان إخواني على فاضل هذه المبررات وهذه الأعذار هي مبررات واهية أنت بتتبناها يعني بدون عذر أو بدون مبرر وخلينا أحكي لك أنه جيمبرون ماذا يتكلم عن الناجحين أنه الأشخاص الناجحين دائما يفعلون ما لا يفعله الأشخاص الغير ناجحين عشان إخواني أقول لك أخي الفاضل إذا أنت تبنيت النجاح وكسياسة أنه أنت تنجح وتكون رجل ناجح في حياتك لازم أنت تتخلى عن موضوع الأعذار اليوم إذن عليك أخي الفاضل أن تتوقف عن تمني الأسهل ولكن تمنى الأفضل وخلينا أحكي لك إحنا اليوم في العام 2021 يعني أخي الفاضل لازم تتوقف عن استراتيجية أنه الإختيار بناء على ماذا تشعر شو هو الإحساس شو هي المشاعر بتطيني شو أنا وضع اليوم شو أنا ما يلا شو ما بينفع أخي الفاضل لازم أنت تختار دائما أن تقوم بالأشياء اللي بتكون وفق المنطق والصحيح من الأمور ما بينفع أنه أنت بس فقط تفعل الأسهل لك أخي الفاضل بل يجب أن تفعل الأفضل وما يحقق لك نتاج المرجوع على المدى الطويل وخلينا أحكي لك أخي الفاضل بعض العبارات اللي بيستخدمها الناس اللي بيجدوا دائما العضار والمبررات الواهية لأنفسهم العبارة الأولى هي أنا لا أملك الوقت الكافي أنا ليس لدي المال أنا يوجد لدي مشاغل أنا مشغول جدا أنا أقوم بالأمور صحة ولكن أنا ليس لدي التحفيز ولا أجد من يحافزني إخوانا الأفضل زي ما حكينا لازم يكون عندك أنت قوة الإرادة التحفيز داخلي ذاتي أخي الفاضل ما بينفع أنه أنت تستنى التحفيز من أحد لازم يكون التحفيز من داخلك عشان أنت تستمر في هذه العملية لأنه زي ما حكينا يا جماعة عملية النجاح عملية شاقة وطويلة تطلب منك ليالي وأشهر وسنين لازم أنت تكون على قدر المسئولية وتوجد تحدياته الصعب أخي الفاضل ويكون تحفيزك ذاتي عشان أنت تصلمين لأهدافك اللي أنت تتمنىها وخلينا أخي الفاضل أعطيك تقنية رائعة وبسيطة جدا أنت بتستخدمها عندما يأتي لك الكسل أو أنه أنت تتكاسل أو تتراجع عن أداء مهمة أو أداء معين أخي الفاضل بحكي لك أنه هذه قاعدة بنسميها قاعدة الخمس ثواني يعني لما يجي مثلا مهمة معينة أو نشاط أنت مش قادر يعني اتكمله أو مش قادر تشغله أو لم تبدأ به أخي الفاضل حاول أنه تستذكر هذه القاعدة القاعدة هذه بتقول أخي الفاضل كيف أنت تستخدمها لما يأتيك وقت نشاط معين يعني حاول أنت تقول مثلا خمسة أربعة ثلاثة أثنين واحد يعني تبدأ بعد تنازل يعني كالصاروخ أو شبيه بالصاروخ اللي بينطلق إلى الفضاء خلنا أحكي لك أنه لازم أنت تعد هذا العد التنازلي أنه خمسة أربعة ثلاثة أثنين واحد خلاص انطلق إلى المهمة فأنت هيك بتحفز نفسك أخي الفاضل وذهنك وعقلك اللاوعي أنه أنت خلاص في مهمة فيه شيء معين لازم أنت تقوم فيه وانت هيك يعني لفتت ذهنك أنه أنت عملية إطلاق الصاروخ أنه إيش بتطلب يا جماعة العد التنازل وخلاص انطلق إلى الفضاء وانطلق إلى المهام الرائعة والاكتشاف والاستكشاف عشانك بقول لك أنه أنت لازم تكون أخي الفاضل كالصاروخ في أداء مهامك ولا تجد المعبررات أو الأعضار الواهية وطبعا أنا شخصيا استخدمت هذه القاعدة يا جماعة فيه كثير من الأمور اللي أنا بتكاسل أحيانا عنها يعني مثلا لما بدي أصور لما بدأ من السيناريو لما بدي مثلا أجهز لحلقة مؤينة فأنا مباشرة 5-4-3-2-1-Go خلاص يعني انطلق إلى العمل فبجد نفسي أني أنا أكملت المهمة عندما بدأتها وكنت متكاسل عنها وعنداء أخي الفاضل عشاني كان بصعك أنه أنت تستخدم هذه القاعدة وخليها يعني موجودة في غرفتك أو مثلا يعني في الوايت بورد أو في اللوحة أو أمامك أو على مكتبك عشان تتذكر أنه أنت تستخدم هذه القاعدة لأنه كثير يعني بيوسوها إخواني على فاضل وهيك أنا بكون انهيت حلقتي لهذه المتمنى أنها تكون حلقة نافعة وقصيرة وشيقة ورائعة إن شاء الله إذا عجبتك هذه الحلقة وبتكون عجبتك بإذن الله تعالى ما تدخل عليه طبعا بالدعم باللايك وبالشير وأنه أنت تشارك هذه الحلقة والقناة لغيرك أخي الفاضل لا نساء في نشر القيمة والعلم والمعرفة وطبعا في النهاية بحكي لكم يعني إن شاء الله صوما مقبولا وربنا يتقبل منكم الطاعات والأعمال الصالحة خلينا أشوفك في حلقة الغد وما تنسى التابع الحلقات اللي احنا رفعناها يعني خلال شهر رمضان المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته